ونروح بقى للسلة لأن النهاردة زي ما بدأت في الحلقة واتكلمت على استقبال مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لفريق البسكت العائد بكأس إفريقيا ضمكم على الشاشة الصورة هي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأستاذ العمري فاروق معالي الوزير ونايب رئيس النادي مهندس خالد مرتاجي أميني الصندوق الأستاذ خالد أو الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي وأبطال كرة السلة العائدين من رواندا ببطولة إفريقيا وكان على رأس البعثة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بدأنا بالتهنئة وبنختم بالتهنئة وألف ألف مبروك واستقبال عظيم كبير يليق ده أبطال إفريقيا لكرة السلة ولسه إن شاء الله ممكن يكون في حفلة كمان ليكم خلال الفترة اللي جاية